رجعنا لكم في الفقرة التانية من حلقة النهاردة الفقرة اللي اتأخلت شهرين ثلاثة لان فينا سكتير جدا كانوا بيكلموني عايزين يتكلم عن الشعر عايزين نعرف ايه اسباب مشاكل الشعر وازاي ايه اللي نعمله عشان ما نوصلش لمشاكل الشعر عادت ضيفة دور عليه شهرين ثلاثة لان انا كنت مختاره عشان اوصله بقى وصل لرقم تليفونه الموضوع خدني مجود جبير جدا لان هو بصراحة يستاهل ان احنا ندور عليه وتعالى نرحب بضيف وضيفكم النهاردة دكتور صفت محمد ردونال عطار مديم عام شركة بروسيت فارما دكتور صفت صبع الفل انا طبعا حبيت اقولك اسم الرباية انا ما عارفك اسمك صفت العطار انا شكرا اتوحشنا انت اكت تارفعنا باننا قديمش 12 بقى اه باننا ما اقرب من 15 سنة صفت صبع الفل علي صفت صفت الفقرة تحت النهاردة دي بصراحة الناس هيا اللي اخترتها فقرة دي من فترة طيولة اوي تعرف موضوع الشعر ده وخاصة عند السيدات والله والرجالة كمان ستات ورجالة بالزبط طيب احنا من احنا منتكلم على الشعر عايزين اول نعرف يعني ايه كلمة شعر او مفهوم الشعر انا بشكرك جدا على المقدمة ديت وفعلا عندك حق يعني من اكبر المشاكل اللي ناس بتوجهها سواء ستات او رجالة هي مشكلة الشعر والمشاكل من تساقط لتالف لمشاكل كتير جدا يعني بس اول حاجة زي ما انت وقلت كده ان احنا ضروري الاول نعرف سبب المشكلة او نعرف العضو اللي احنا عايزين نعالجه اللي هو الشعر او تركيبته بالزبط هو الشعر الشعراية الواحدة لو جينا نبص لها هتلاقيها متكونة من مجموعة طبقات فبنيجي نشوف الكورتكس اللي هو قلب الشعراية تمام وبعد كده المضلة والجزء الخارجي اللي هو بيسموه الكيوتيكل او الحرشيف تمام بالزبط لو جيت بص للشعرية بالشكل اللي انا بقوله دوت كأنك بالزبط باصص لجزع نخلة صح بالزبط فتلاقي الشعرية من جوه عبارة عن انابيب ماشية مع بعضها بتوصل في الاخر ان هي عبارة عن كيراتين او بيبتايد لينك تمام الانابيب دي ممسوكة مع بعضها ببونز او روابط تمام فيه ثلاث انواع من الروابط في الشعر نفسها تمام بتمسك الانابيب دي مع بعضها ربطة هيدروجين بونت وفيه سالفايد بونت وفيه سولد بونت تمام الروابط دي اكتر ربطة بتأثر في نوع الشعرية اللي هي السالفايد بونت يعني مثلا الشعر المجاعد تلاقي السالفايد بونت كتير عنده الشعر الناعم السالفايد بونت بقى قليلة تمام فعشان كده بتلاقي انواع الشعر مختلفة شوية زي شعر مجاعد شعر افريقي شعر خليني قبل من نروح في انواع الشعر تمام انا المعلومة اللي جاتلي عن حضرتك ان انت كنت قعدت فترة في احدى دول العربية الامارات تمام وحداك كنت هناك شغال في احدى شركات الدواء او كان عندك شركة دواء هل شركة دواء كان مشتغل برضو في مجال الحاجات اللي قاصة بالشعر؟ سكين كير و هير كير بروديكت هل بقى المشكلة هناك تختلف عن هنا؟ يعني هل المشاكل بتختلف باختلاف البيئة؟ المشاكل بتختلف باختلاف البيئة على اساس اختلاف الجو الجو يعني اذا الجو بالزبط عوامل الجو من ضمن العوامل اللي بتأثر على الشعر نقول الجو يعني الرطوبة العالية بتأثر على الشعر التعرض للشمس الشديدة او الشمس المباشرة بتأثر على الشعر البليوشن او التلوث بيأثر على الشعر الشامبو نوع الشامبو اللي بتخسل بيه الشعر بيأثر على الشعر الكيميكا السابسة اللي بتحطها بقى يعني لو انت بتحطي أي مواد كيميائية على الشعر سواء بلسم أو سواء مواد فردة أو أي حاجة بتأثر على الشعر استخدام الاستشوار أو المكوى أو فرد الشعر ده بيأثر برضو على الشعرين خلينا بقى نرجع لأنواق الشعر تمام تمام لو جينا نقسم الشعر الشعر ممكن بتقسم بطريقتين حسب الشكل أو حسب طبيعة الشعرية نفسها فلو قلنا تبع الشكل هتلاقي فيه منه أربع أنواع فيه الشعر الاستريت اللي هو الشعر النعم تمام وفيه الشعر الويفي اللي هو بيبقى فيه كسرة بسيطة كم وفيه الشعر الكيرلي اللي هو بيبقى فيه كسرة بس فتلته بيسموها نعمة بس الكسرة بتاعته أكبر شوي تمام فيه الشعر الكنكي اللي هو بيسموه الأفريقي تمام وكل نوع من دول فيه منه تلات أنواع يعني تلات درجات الدرجة مثلا إن لو إحنا وجدنا نقول شعر كينكي اللي هو شعر الأفريقي هتلاقي شعر أفريقي خشن جداً وقصير وشعر أفريقي خشن بس فيه طول متوسط وشعر أفريقي خشن بس طويل بس الشعرية جفة هو شعر أفريقي يعني عشان بيبقى منتشر في أفريقيا أم لا؟ وده اسم لا لا ده عشان منتشر في أفريقيا لأن دي طبيعة اللي هم ده البيئة نفسها عشان بيتعرضوا الشمس كتير جداً فطبيعة الشعرية نفسها صعبة أو يتبقى ستريت فدورته بقى كومباكت بالشكل در مضغوطة فده بقى ناشف وخشن والشعر مجعدة وقوية في بعد كده الشعر الويفي بتلاقيه برضو أو الكيرلي وده أكتر حاجة هتلاقون في مصر هنا الكيرلي والويفي تمام طب خليني أسألك سؤال هو إحنا عايزين نقسم الحلقة بتاعتنا حاجة دين عايزين نقسم إيه الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها علشان نحسن ونمنع المشاكل اللي بتحصل في شعرنا ده الجزء الأولياني هنسميه الوقاية وخلينا أخذ الجزء الثاني من الفقرة بتاعتنا النهاردة لو حصلت المشكلة أو أنواع المشكلة وإزاي نتعامل معها خلينا نتكلم في الجانب الوقاية بقى هو القبل ما أقول الجانب الوقاية هضيف بس نقطة تانية إن فيه أربع تأسيمة تانية للشعر حسب طبيعته فيه شعر دهني تمام وفيه شعر جاف حلو وفيه شعر العادي وفيه شعر مختلط هو مين بقى اللي بيحدد تأسيمة دي يعني أنا كمواطن عادي أقول إن شعر ده دهني أو مين آه آه بسهولة تقدر تعرفه طب الزيب الشعر الدهني على سبيل المثال بتلاقي إن هو سهل التسريح يعني شعراية سهل التسريح ما فيهاش صعوبة أو في التسريح بس في مشكلتها هتلاقي فيها دهون كتيرة وتلاقي صاحبها دايما بيعني من إشرة لإفراز الدهون عنده عالي تمام فسواء راجل أو ست هتلاقي عنده المشكلة دي بيتبان أكتر في الستات بالذات لما تبقى محجبة أو كده بيبان أكتر إلي التسريح الشعر تمام فالشعر الدهني علشان تحافظ عليه ضروري يتغسل كويس اللي عندها شعر دهني أو بيعاني من شعر دهني ضروري يشرب مياه كتير تلوتي بتربط ما بين طبيعة البشرة والشعر والوقاية والوقاية في نفس الوقت عشان نبقى ربطين ما نتوهش من بعض تمام الشعر الدهني بيبقى عايزة يتصرح كويس من الجزور من الجزوره لغاية أطرافه علشان أفرد المادة الدهنية اللي بيفرزها تفرزها فروة الراس لأنه كل شعراية بتبقى في غدة دهنية تحتها من تحت الجلد بتفرز مادة دهنية طبيعية تمام عشان كأنها بتلين أو تطر الشعراية تمام فدي بتبقى عند البشرة الدهنية أو الشعر الدهني كسيفة جدا إفرزها كتير جدا فبيأثر بشكل كبير ده الشعر الدهني ده الشعر الدهني نيجي بقى للشعر الجاف تمام وده يمكن أكتر غالبية الناس بتتأثر منه هل فيه نسبة بتقول مثلا الشعر الدهني المثل قد إيه والشعر الجافي ومثل قد إيه صعب لأنها بتختلف لأن فيه بعض حاجات هرمونال ديستيربنس أو اضطرابات هرمونية دي اللي بتزود الإفراز في فترة الشباب بتلاقي فترة إفراز الدهون أكتر فممكن الشعر يختلف بمراحل السنية طيب خلاص إحنا نروح بقى للشعر الجاف نيجي للشعر الجاف هتلاقي ده طبيعته الأول عشان تعرفه هتلاقي صعب تسريحه وصعب وشعر هايش أطرافه يعني يبقى سميك من جنب الفروة تمام وضعيف من الأطراف تمام فده الشعر الجاف تاني حاجة تلاقيه تفاقد اللمعان مفهوش خشن جاف تمام ده صاحب الشعر ده وتلاقيه يعني مهم شوية بيغسل الشعر كتير عساس أنه يحافظ عليه فطبعا بتحافظ عليه إنها تغسله كتير فبتبق يعني بتجهد الشعرية إذا نحن نقول إن غسل الشعر كتير ده مصح مش صح بزرط ما بيسخدمش مرتبات في نقطة مهمة قوي أحب السادة المشاهدين يعرفوها إن بعد غسيل الشعر بالشامبو مفروض تستخدم بلسم بلسم ده مهم جدا زي بالزبط ما تيجي تعتني بالبشرة بتعمل ميكاب رموفل بتحط بعد تونر علشان تقفل المساق يعني بتشيل الميكاب الميكاج بتاعك فضروري حط تونر أو مادة بتقفل المساق تمام ده نفس الكلام بيحصل في الشعرية أنا لما بخسل الشعرية عشان ننظفها بفتح الكيوتيكال بتاعة الشعرية لو سبتها الشعرية تبقى هيشة وخشنة تمام ضروري استخدم بلسم أو أقفل الكيوتيكال مرة تانية فأخلي الشعرية نعمة وسهلة التسريح حلوة فدي مهمة جدا بحافظ فيها على الشعرية دعموما دعموما وده نتيجة كسرة استخدام الاستشوار الاستشوار اه الاستشوار أو البيبيلس اللي بسموها ببيبيلس اللي هي مكوة الشعر ده ليه لأنك أنت أولا ما بتصرحش الشعر كويس فبتبقى دهنية في فروة الراس وخشنة من الأطراف يعني إذا نقول برضو استخدام الاستشوار كتير ده كلام مش مزمو طبعا لأن الحرارة هي اللي بتأثر على كفاءة الشعرية تعرف زمان كنت بشوف كده السيتات مكنتش بقى فهم بيعملوا البكر ده البكر ده صح بقى ده ما هو طريقة لفرد الشعر بس ما فيهاش استشوار ده أفضل بالزبط والله بعيد عن الحرارة هاي بالزبط بس طبعا ما بتبقاش قصق يعني بتاخد وقت آه إنما للستشوار والله كان منتشف دولة التفتيكر كانت لسه كانش لسه اختاره صح كده التكنولوجيا كلما بتطلع بتبوز بتجيب تعب أولا مش التكنولوجيا نقول سوق الاستخدام والأبيوز الإفراط في التكنولوجيا بيجيب نتيجة عكسية بالزبط الاعتدال في كل شيء بعد كده الأخر نوع الشعر اللي هو الشعر العادي ده شعر ما فيش فيه أي مشكلة خاصة تمام النصيحة اللي بقولك عشان نعاني يعني نحافظ بيها على الشعر أهم حاجة الاعتدال في غسل الشعر بالشعر تمام أهم حاجة يبقى نوع الشعر ممتق نوع الشعر كويس تمام بس حاجة الفترة اللي فاتت مش عارف هل ده حقيقة ولا لأ ظهر البروتين والكرياتين وقبل ساتك هل ده 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 حاجات صحية للشعر دي الفرق بالتنين بين البروتين والكرياتين تمام سؤالك ده ممتاز ويعني أنا بحقيقك عليه لأنه فعلا أولا دي الموضة دلوقتي معلش بس أنا افتكرت حاجة مهمة جدا تفضل عشان أقفل لحتة بتاعة الوقاية وبعد كده هروح تلي الكرياتين تفضل هل فيه أجزية معينة بننصح بيها المواطن اللي بيتفرج علينا اللي يأتي أو المشاهد علشان يحافظ على شعره بس فيه نقطة مهمة قوي إن الشعر ده جزء من الجسم تمام فبيتعرض لنفس يعني لو نقص فيه نقص غزة أو نقص فتامينات الواحد ما بيأكلش سلطة أو خضار أو فاكهة أو ما بيأكلش الفتامينات المطلوبة والأملاح والمية كويس بطريقة كويسة ومزبوطة هتلاقيه بيعاني زي ما الجسم كله ما بيعاني تمام يعني الناس كلها بتعتني بالبشرة علشان بيحصل جفاف تجعيد حاجات زي كده ده برضو نفس الكلام بيحصل للشعر حي فالطبيعي إن أنا ضروري أعتني بالشعر برطبه بستخدم مرتبات للشعر تمام بغسله ونظفه بشامبو كويس مش صبون مش أي صبون عادي ده ليه لأنه ده بيأثر على الشعران تمام نمع الشعراية نفسها ما بحصلش منتصاص لأي فتامينا تمام الفتامينات بيتتاخد عن طريق الفم هاي طيب خلينا نروح بقى للكرياتين والبروتين لسبب بسيط جدا لارفه هو إن إعرف فضلنا تلات داية تغيب تمام وأنا أمني برضو نفرق بين الكرياتين والبروتين لأنه ده منتشر جدا أنا أقول لك ببساطة إن الكرياتين والبروتين هم أمينو أسد بس الفرق إن الكرياتين ده من حوافر الحيوانات وجلدها فكان يحفظ بالفورمالدهايت الكرياتين الكرياتين من الحوافر البروتين هو له مصادر كتيرة مصادر حيوانية ومصادر نباتية وفي منه عن طريق الحرير والكافيار وكده ده أنواع البروتين البروتين الكمصدر بيبقى زي أمينو أسد بإضافة فيتامينز وزيوت عشان تحافظ على الشعر البروتين مفهوش فورمالدهيت في مواطع حافظة تانية غير الفورمالدهيت يعني البروتين أحسن من الكريات أفضل عشان الفورمالدهيت هي المشكلة عشان الفورمالدهيت لأن الفورمالدهيت هو اللي بسبب مشاكل الأفضل أنواع البروتين اللي ممكن أي حد يستخدمها هو النانوبروتين النانوبروتين أصغر من أي جزيء بروتين عادي مليون مرة تمام فأنت عارف أن طبعا كل ما صغرنا البرتكل سايز أو المولوكيولز الجزائيات صغرت كل مكان انتشارها داخل الشعراية أسرع معنى ذلك أن احنا نقول للسادة المشاهدين لما تروح عند حد متخصص في البروتين تسأله عن نانو بروتين نانو بروتين بالضبط وموجود موجود ميزة النانو بروتين في حاجة مهمة جدا أقولها لك باختصار أنه أولا بيحافظ على نظارة الشعر بيحافظ على الشعراية بيحاول أي شعر المتقصف بيعالك الشعر المتقصف لو فيه أي تأصيف أي حاجة زي كده بيحاول يرمها مرة تانية بيبقى نوع من أنواع الترميم في نقطة تانية مهمة جدا أحب أضيفها للسادة المشاهدين بالنسبة للموضوع ده أن معظم الناس تيجي تقولك أنا استخدمت بروتين أو كيراتين والشعر وقع ده بيحصل في حالة واحدة بس لو كان بيستخدم حاجة قلوية أو كوية يعني في بعض مدارس للفرد الشعر بتستخدم مواطق كوية فدي توقع الشعرها نفسها تمام فإنما البروتين آمن من الناحيات تمام بس أقولك الحاجة أولا هي الفقرة دي تأخرت عشر سنين ليه عشر سنين عشان بالتأكيد لو قبلتك من عشر سنين بالتأكيد كنت هتم بشعر أكتر من كده هتم أكتر من كده الحاجة التانية بس أقولك على إحساسي وأعتقد أنه إحساس ستا المشاهدين بقى بصورة عملية يعني إزاي يعني إحنا محتاجين حاجة عملية تتعمل يعني دعني ما بحب باربط ده من الجانب النظر عندي بالجانب العمل هارفتك محرك ببعض البرنامج زي نترجم الكلام اللي تقالي النهاردة ده بصورة عملية طبعا لو سمحتني إن شاء الله لا تشرفك فيش أي مشكلة خليني أقولك أنا متشكل جدا وحزين جدا أن أنا شفتك بعد عشر سنين من وفوض كنت أشوفك فيه ولكن أحاول أحافظ على الجزء اللي بقى من شعري نحاول إن شاء الله أو في نهاية الفقر التانية برنامجنا النهاردة أحب أشكر ضيف وضوفكم الدكتور صفة العطار مدير عام شركة بروسيد فارم الشركة المتخصصة في المستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر وشكده أنا جبتوا النهاردة صحيح؟ والبشرة والبشرة كبير خلونا بقى نستعد للفقرة التالتة لأن الفقرة التالتة دي بقى إيه فقرة كلها أكشن كلها حاجات مسيرة طيب أقول لكم على حاجة طيب ما خلونا نشوف فقرة التالتة بقى إيه فاصل ونواصل